يا اخوان من المخجل انك انت تحاول تدافع عن نفسك بالتشذب والتدليس وتزييف الحقائق لا احنا اقول حقائق وموثقة وما اكو شي بالديوان الا كتبت نسخة فوق مو من انا اللي كاتبة مو بيدي اللي انا كاتبة نسخة الديوان سوينا لها كوبي يا اخوان يقولون الحين العالي 2018 وهذا حاجة قدامكم يعني التدليس اللي قاعد يصيرها الايام موظفا من 2007 قضية بدأة 2015 انا اقول اتجهت الى النيابة 2018 واستمرت القضية ولم تقدم وزارة الخارجية اي اوراق للنيابة هذا واضح الكلام وفي عهده قضية حدثت قبله واستمرت في عهده اطلع ما عليك امان يا اخوان هذا الديوان شوفوا كلمات الديوان مو كلامي نسخة نسخة مو انا طابعة تكبرها شوي تتكبر ايه تتكبر ايه تتكبر يا اقوان ديوان يقولون عدم تمكين ديوان المحاسبة مو انا تقريرهم تقرير يعني يعني انا انا خلاص لا تعتبروني صادق في هذا الشيء يا اخي اخذوا رقة الديوان والتقارير الديوان المتوفرة عند كل النواة ومتوفرة عند الوزراء وقروها ليش يجيبوا لكم واحد يتكلم عنكم بالوكالة ويقول المخالفات ومخالفات ومخالفات عيب عيب شيء مخجل وانا ادري الان قاعدين يجهزون بس عشان يطقون شعيب الموزن يبقى ما بيني وبينكم شيء ما بيني وبينكم شيء وانا لو اتكلم عليكم قسما بالله الذي لا اله الا هو عندي القدرة اسلك كل واحد فيكم بس انا اترفع عن هذا الموضوع اترفع اني اطعن بالنواب زملائي وايضا اترفع على اني اطعن بالوزير او اي وزير اخر لما قل سوء ادارته هذا لا يعني طعن فيه هذا يعني اهمال وتقصير وعدم اداء واجبة لو بجيه للجانب الشخصي كان جيته من زمان الجانب الشخصي اخوان عيب هذا اللي قاعد يسوينا